أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية وأضاف مدبولي خلال زيارته لمحافظة الفيوم لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التنموية تعتبر محور عمل الجمهورية الجديدة قولي يمكن أنا عايز بس أن نسلط الضوء على المشروعات اللي إحنا وقفنا عندها أو كمنا بتفقدها وحتلاقوا كلها حضراتكم مشروعات اللي دايما دي هو محور عمل الجمهورية الجديدة وكل المشروعات القومية المهمة جداً اللي في خمط الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوجه بالحكومة بالإسراع بتنفيذها ومتابعتها بصورة دائمة وحد يحرككم كده ناخد كده اللقطة على طول مع بعض طبعاً أول مشروع توقفنا عنده كان تطوير منطقة السوائي ودي طبعاً معلم مهم جداً سياحي فيه دايماً كان في محافظة الفيوم وهو دايماً الانطباع عن الفيوم كان دايماً واحد من الانطباعات عنها على طول اللقطة بتاعت منطقة السوائي والحالة لما بدأنا التطوير المنطقة دي بالذات حصل يعني نقاش وجدل إن الحكومة داخلها تهدم المنطقة التاريخية وبتغير معالم المكان وحدشيل السوائي الأديمة وبالعكس يعني أعتقد يعني إحنا حاولنا نرد من خلال سيادة المحافظ والدولة إن إحنا بالعكس داخلين نطور وهو دا اللي حضركم شفتوه النهاردة واعتقد بعد ما تفقدنا المكان وشفنا إزاي إن السوائي رجعناها بعد ما تعمل لها رفع كفاء أو ترميم كامل رجعت تشتغل زي ما كانت بالظبط وطورنا المكان بقى بطريقة حضرية كمتنفس لأهالي مدينة الفيوم